اكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقييس على اهمية تعزيز الشراكة مع اجهزة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما لها من انعكاسات بالغة الاهمية على المسائل الاقتصادية والتجارية التي من شأنها تعزيز ديمومة التعاون والتكامل بين الدول الاشقاء جاء ذلك خلال ترأس سعادته وفدى مملكة البحرين المشاركة في اعمال الاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقيد بدولة قطر الشقيقة بمشاركة معالي الاستاذ جاسم محمد البديوي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول اعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس في دول مجلس التعاون الخليجية وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على الأجندة والتي من أهمها المصادقة على مخرجات الاجتماع الثامن والخمسين للمجلس الفني لهيئة التقييس المنعقد في الفترة بين الرابع والعشرين والخامس والعشرين من أبريل الفين واربعة وعشرين وإقرار الحساب الختامي للهيئة للعام المالي الفين وثلاثة وعشرين بالإضافة لمناقشة جملة من التشريعات والموضوعات التي تعزز سلامة وجودة المنتجات المتداولة في السوق الخليجية وتدعم تطوير الخدمات والبنية التحتية للجودة وتتماشى مع التوجه الدولي للمحافظة على البيئة